اشتركوا في القناة الجمعية دايما على دعم الأطباء الشباب بالبداية بدألك صباح الخير دكتور تنوري صباح نور سعيدين جدا باستضافتك من كل فريق العمل ومنه خاصة ومن الإعلمية كمان والأبو زاد يلي بالفعل كان إلا دور بإطلالتك اليوم معنا دكتور خبرنا أكتر عن هيد الجمعية يلي عم تعقد للسنة مؤتمر الأربطاش هيدا الفرسيون الأربطاش بي أوتل رادسن بلو ببيروت من 13 ل 15 تموز أي متى تأسست أسسناه في 2008 والهدف منه أنه نعمل ورش ودورات تدريبية للأطباء بكل ميداليست بكل شراء الأوسط وبلشت أنه كنت أنا مسافر وكنت جاي من مؤتمر تاني كنت أنا مشارك فيه وقد قلت أنه نعمل نفس الشي ببلدي يعني منطقته وهيك بلش في 2008 والجمعية منه هي بتبطعنا بكل الورش والتدريب الطبي حول الجهاز الحركي مثل ما بقول اسمه IMS International Muscular Skeletal Society وهي يعني كل شي اسمه بالأورتوبيدي بالكتف بالورك بالحوض وبالعمود الفقري نعم ومن وقت لها لأنه الجمعية أكيد تطورت بالكم و بالنوع كمان يعني مش بس كبير عدد الأعضاء المشاركيين والجمعية بينما نشاطات الجمعية تطورت بشكل كتير يعني ملحوظ بالسنوات كلها المضيد وأكيد متل ما كورونا غير كل الحياة كيف نعيشها كمان غيرنا شوي طريقة شغلنا بالتدريب الأطباء يعني صرنا أدخلنا التقنيات الريموت لرنينج إي لرنينج إلكترونيك لرنينج واللي كمان يعني فيها أنا بريد أنه ما لازم تختفي حتى بعد زوال كورونا ما لازم تختفي لأنه بالفعل كانت جدا فعالة يعني المدر والإنسان الطبيب يسافر 8000 مال مشان يعطي سارفي يعطيها من بيته والحكاة ما بيحتروا من بيته بس أكيد الكونتاكت يعني بين شخص وشخص بعده كتير مهم طبعا دكتر تنوري قبل ما نغوس بتفاصيل المؤتمر بي دورته الـ 14 حب أعرف بالرغم من أنه بعدنا لليوم مع كل الأزمات اللي قطعت على لبنان خاصة والميدل إيست بشكل عام من أزمات اقتصادية طبية كمان مع الوباء العالمي اللي بعدها تداعيته معكوسة بشكل مباشر على هذا القطاع بعدنا منفتخر بأطبائنا بعدنا منفتخر بجسنا الطب بعدنا منعرف أنه بدلهم يتعلموا يعني ودايما بتور التقدم ومنستقطب دايما كل شي جديد بعالم الطب ومنطبقه بالبنان أديش هول الأزمات اللي قطعت على الميدل إيست وعلى العالم بشكل عام أثرت على الجامعية يعني أنا بوافق معك الأكيد أثرت لأنه اليوم اتخذي جامعية مين بدي يكون حضورة أو الأطباء اللي عم يتابعوها بدي يجو من الدول العربية من أوروبا من أمريكا وغيره بالرغم من أنه رأيت الأمور شوية بعد في صعوبة يجي الطبيب السورية والطبيب الأردنية والطبيب العراقي والطبيب مثل عندنا بالمؤتمر السنين في أطباء من الخليج من السعودية ما يدرجوا لأنه ما في تصريح بس أكيد الأزمة المالية والإنفليشن والمشاكل كمان أثرت على نوعية الجهاز الطبي ووجهوسية طبية طبعا بس يعني أنا بروحوا بيجي كتير على لبنان وعالمنطقة كلها بشكل عام بشكل مستمر يعني عم شوف بس عم شوف ريباوند يعني تقدر رجعة قوية للجهاز الطبي باللبنان لللي كدا منعرفه قبل الأزمة بعد نرجع نوصلنا وين كنا قبل الأزمة بس أكيد يعني اليوم أنا عم شوف الأطباء المستشفيات أكتر جهوزية عم بيرجعوا لحياتهم الروتينية والمريض كمان عم بيرجعي يعني صار فيه نوع من التأقل مع الظروف ما فيه طبيب يقول أنا خدت كل قدري كافية من التعليم ما فيه يعني الطبيب بدار يتدرب وبدار يعني مثل عندنا بالمؤتمر يعني أهم الأطباء بالعالم العربي وفي أوروبا وفي مركز موجودين بيعدوا وبينقشوا مع بعضون وكلوا بيتعلموا ببعضوا يعني ما فيه حد يوصل سقف للتعليم طبعا دكتر تنور الأسبوع هيدا 13-14 أو الأسبوع السابق عفوا 13-14-15 نحن بنعرف كتير بكتير مجالات بيصير في مؤتمرات والأوتكم ما بنشوفه عم بيتطبق على الأرض بيكون هيك يمكن بس مؤتمر لكي مؤتمر نظري بشكل عام بعرف أنه هيدا المؤتمر هو تخصصة أكيد وطبة ولكن الكل معنى أي شخص عنده وجع بأي مطرح ونحن بنعرف هلأ مع اللايف ستايلز طبعولنا يلي صار كل الوقت على سكرين بعد صار شغلكون أكتر خلينا نقول أكيد وكتار من الأشخاص بحبوا يعرفوا الأوتكم من هيدا المؤتمر أكثر بتبين ضغرة على الأرض التعاون كيف كان مع الجسم الطب الموجود بلبنان مع الجهات المعنية وعلى رأسهم أكيد وزارة الصحة الممثلة بوزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال في راس الأبيض خبرنا أكتر كيف كان البروغرام بهول الثلاثة أيام شوفي سؤال كتير وجيه ومنطقي يعني عمليني لا لأنه بتقول أوكي رحت على المؤتمر وشفت محاضرة أو شفت طريقة معينة كيف مريده ممكن نستفيد منه يعني بنيه هو المريد يعني نحن ما بهمنا الطبيب بحد ذاته بهمنا المريد بعد الطبيب يعني أنا نحن بلشنا المؤتمر بال2008 2008 هو ببلش لأنه كنت عم ببرو مندرب أطباء بكل العالم حول التقنيات المنمي الإنفازي والجريحات الزكية اللي كان أنا طورت بوقت يعني أنا أكدلك أنه الأطباء الموجودين واللي صاروا يدلوا يجوا كل سنة وزاد عليهم كمان أطباء أكيد بتشوفي نفس الطبيب من 2008 2010 2012 و15 و20 عم بيجوا التاني سنة عم بيعطوا محاضرة بطريقة مختلفة وعم بيعرضوا حلات بطريقة مختلفة وعم بيطبقوا التقنيات بطريقة مختلفة هيدا أكبر دليل أنه التعليم والتبادل التعليم المستمر هو فعال جدا جدا هذا الدليل الحسي يعني أنا بشوف أنه نفس الطبيب كان عم يعرض هالنفس الحالة بـ 2010 أو 2012 ممكن يعالجه بطريقة معينة هلأني عم بيعالجه بطريقة مختلفة جدا وبطريقة أفضل يعني من ناحية العملات الزكية وجروح صغيرة والمريد تعافي المريد وغيره وغيره هذا الشئ التاني وكمان بعطيكي حس الدليل حسي تاني أنه نحنا من ضمن المؤتمر هو المؤتمر 60 10-11-11 كان للأطباء الشباب هون ندربهم كيف يأخذوا الـ بورد إجزام يعني هو الفحص اللي بيأهلهم بعد التخصص يقدروا يمارس الطب مثل الكلام عنا بلبنان بقى الـ بورد إجزام نحنا المرضى اللي بيأخذ للأطباء الشباب اللي بيأخذوا نحنا مندربهم كيف يأخذوا الفحص كيف يدرسوا الفحص نحنا ما فيه نعمل طبيب يكون منه الشاطر نعمل الشاطر هذا منه هدفنا طبعا وما فيه عنا أمكاني نعملها بس نحنا فيه ندربهم كيف يستعملوا كل طاقاتهم كل طاقاتهم منشان يأخذوا الإجزام كتكنيك نحنا عملنا الدراسي على أحصاءات على كل الأطباء اللي أخذوا معنا البورد ريفيو كورس اللي بيأت ثلاث يام قبل المؤتمر بالسنوات الماضي نسبة نجاحهم تسق عم تكون 96% من الوقت اللي بيأخذوا البورد تبعيتهم بينما نسبة النجاح بإذا الأطباء اللي ما أخذوا البورد ريفيو كورس معنا عم تكون 55% يعني هذا رقم علمي بتشوفي أنه الطبيب والتعليم ممكن يكون له نتيجة كونكرات على الأرض على الأرض الغري وفيك تنسية فيك تنسية مش أنه أنا رحت أحسائيا بالأرقام الدقيقة نعم دكتور تنوري لحظت هذه الأزمة على هذا المؤتمر إنعكساتها بيانت وكيف بتقيم خصوصة اختصاصك نظرتك له بهذا المؤتمر كانت شوفي اليوم الطبيب اليوم نعمل نحن مؤتمر بدك كلفة مادية يعني بديك أوتال بديك ترتيبات المؤتمر بديك سفر طيران كله 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 محاضرين تجيبوا محاضرين من كل العالم يعني بالوقت اللي كان الطبيب يقدر يدفع الـ 200 و 300 دولار تيشارك بمؤتمر اليوم بيجي في أطباء بيقولولي من البلدان معينة بيجيقولولي 300 دولار هذا ما عايشي أنا بالشهر كله ببلدان معينة مشكلة مشان هيك نحن عملنا فاند وعم نحاول نعطيهم سكولرشيب إنه يقدروا يحضروا وعم نحاول أملهم نحن إمكانيات مادية وأنا فخور جدا يعني جمعية مثل ما حكيت أنا بالقالة دينر تبعونا قلت أنا هادي جمعية هي جمعية وذي سبيرت فيه إلى طاقة معنوية روح معنوية جوتها لأنه في عنا أطباء كتار هني مش بس بيدفعوا طيارتهم بيدفعوا القتال تبعيتهم اللي بس يجوه بس عم بيدفعوا لغير أطباء يشاركوا معنو يعني هني عم بيدفعوا مصاري لغير أطباء يشاركوا معنو وهيدي ممكن تلاقيه بأي جمعية بالعالم إنه طبيب يدفعهم طاقة أطباء بغيره مشان يحضروا المؤتمر وهيدا دليل مش بس إنه على الإيميل العلمية والإيميل العالي للعلمية تبعه الجمعية بس كمان نوع الترابط وقلب أفراد العائلة يعني أفراد الجمعية كيف بتقيم هيدا المؤتمر دكتور تنوري بي تككتا لكتشر باي لكتشر ولا بعدين هيك نحنا بنقيمه هلعني نحنا عملنا بعد بأواخر المؤتمر بنعمل الاجتماع مع كل الليدرشاب تيم تبعولنا وبنقيم وين غلطنا وين ممكن كان بعد نحسين وين ممكن واخدنا قرارات تكتيري دغري بآخر المؤتمر بنعمل الاجتماع رح يكون فيه ناس معنا من زوم من أمريكا من أوروبا من كل دولة مشاركين معنا اللي هنالليدرشاب اللي مقدر حضر معنا لسنة واخدنا قرارات مش هنالسنتجية ونشوف شو لازم نعديل شغيره وبنتابع أكيد معه من خلال الإيميلات والكومنيكيشن عن أمور هذين يعني اليوم الانساء بدي يكون بدي يكون عنده أجليتين معينة بمعنى أنه ما في يضلوا على نفس السيناريو على نفس الطريقة وهذه الكورونا علمتنا هيك يعني سألتيني كمان عن الوضع أنه كيف تلقيت الوضع باللبنان بهالأطباء أفضل بكتير من سنة الماضي يعني اليوم عم كتير مع الأطباء بقولولي أنه رجع المريض يعني يفوت على المستشفيات يرجع يعملوا عمليات عم يعملوا وصاروا كلهم مشغولين بس بعد في كتير حرق يعني فيه أماكن معينة يعني فيه مردى ما عندهم أكسة ما عندهم ما عندهم ما عندهم قدرة يوصلوا للطبيب القدرة المادية طبعا وهذه مؤسفة جدا أنه واحد يكون عم يدفع صحته بسبب مادة يعني فعلا شغلة مؤسفة جدا كلمة أخيرة دكتور تنوري بتقولها لكل اللي اللي عم بتابعونا اليوم شو بدي يقول أنا بدي يقولون بالفعل لبنان لبنان ما بيموت لبنان ما بيموت يعني أنا بتشوف أنه الأزمة اللي قطع فيها لبنان والحرب المالية والاقتصادية والعلمية وكله اللي اللي صارت على لبنان وابل لبنان ما فيه ولا بلد يرجع بيطلع منا يعني مثل طائر الفني بيطلع من الرماد بتشوفي أنت لو بتشوفي أنه بالرغم من كل الأزمة هم يرجع الجهاز الطبي والجسم الطبي عم يرجع ينطفي ويرجع ويرجع وعندنا أفضل أطباء نحن المنطقة بتشوفي أنه صحيح خسرنا أطباء لا خسرنا أطباء راحوا على الخليج راحوا على غير بلدان وكله بس حتى هوني كان حكيمي عم بيكونوا مميزين نعم عم نشوف مقتطف قبل من وضعك دكتور تنوري إذا فينا نكون عم نعلق على هذه أحد التقنيات اللي طورتها بال هو فيديو ممكن بعتقد هو أهم الشي هي شقفي صغيرة منه هي كيف تنعمل العمليات من دون شق باسكلي نون انفيزل نون انفيزل هادي أول شي مقدمات بس هلا بتشوفوا بالفيديو إنه كيف البراغي والمسامير والعملية تنعمل من جروح كتير صغيرة يعني اليوم الشق التقليدي بتعرفي بده يفتح بده يصير في النزيف بده يصير في وجه وبتعرفي شغلة شغلة مؤلمة نحكى عمنا كيف تصير معنا يعني مئ بالمئة بقى هوني بتشوفي إنه ممكن العملية بتصير من جروح حلقني هادي عملية لحم خمس فقرات يعني مش خلزة وحدة خمس تعتبر عملية كتير كبيرة بينما بنحط بنعمل كلها سوا هادي من دون شق هذا الحديد بس تسمعي إنه الجراح تبعو اللي بدي يحط لي براغي وتيتانيوم وحديد لا بس بتتفاجأي إنه بس نعمل عملية والمريض بعد أيام الليلة عم بيقوم يمشي بطريقة مقبولة جدا أكيد كل عملية فيه وجهة وكل عملية فيه معافية طبعا بس الريكافري صارت أسرع بكتير والمضاعفة تعالي بكتير يعني اللي هم مضاعفات إنه الإنفكسيون أو النزيف أو تخزيئ العضلات تأثير الأصاب هوني بتشوفي بعد ما نثبت اللي هم بتثبتهم بهاودي الخرازيات الصغيرة وهذا السيستيم هدا أنا طورته بأميركا مع شركة جونسون جونسون وهلا بتشوفي إنه هاودي أنا التوب اللي استعمل ليهون هني بس هاودي مش هنقدر نتحكم بالمعدات هلا بس يطلعوا بنتهي المريض بجروحة كتير صغيرة يعني اليوم بس تخلص العملية بعد ثلاث قتل شهور ما فيك تشوفي حتى وين الجرح كان عند المريض وغيره يعني فيه وكمان في التقنيات من الجنب كمان كمان بنفس الطريقة هي كله كيف إنه نخفيف المضاعفات العملية التقليدية أوكي بعد عنا مقتفتاني بدنا نعلق عليه قبل ما أو نشوفه قبل ما أوكي لك أنا شفناي هون تنيناتهم دكتور تنوري بدأت تشكر حضورك معنا بتعرف قديش يمكن المواضيع الطبية هيك عندها مكانة خاصة دايماً ببرنامجنا وأنا تحديداً عن جد يمكن بستمتع كتير بهول اللقاءات كيف إذا طبيب لبناني منفتخر في كلنا وحامل لبنان حتى بالولايات المتحدة الأمريكية دايماً معك وعم تنقل خبرتك وخبرة الطب أكيد يعني بأمريكا للميدال إيست وتحديداً للبنان إن شاء الله بدلوا بكل هال هيك الشغف لهيدا العالم اللي بالفعل دايماً بتطور وتقدم دايماً وتعليم مستمر ويكون هالشي عم بينعكس على الطب عنا بلبنان ونجع نوقف عجرينا متل قبل أهلا وسهلا فيك أهلا سوا فيك وأنا متعلق على حديثي كمان في مثل بيقول أو أولى فيك تاخد اللبناني من اللبناني بس ما فيك تاخد اللبنان من اللبناني وينما كان موجود حتى كنا ببوسن أو بأوروبا أو بأي بلد بالعالم ما فيك تشير لبنان من قلب اللبناني أكيد على أمل استضافات لاحقة كمان مع مؤتمرات بنسخاتهم كل سنة تكون عن جد عم تلاقي بعد نجاح أكتر وأكتر أهلا وسهلا فيك موسيقى موسيقى موسيقى